بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام في فيديو جديد في فيديو اليوم رح نتكلم على منحة المرأة المكثة في البيت ونحكيه بأكثر وأذق التفاصيل شفت أنه هذا الموضوع يعني رجع ترند ورجع كامل قنوات يعني تعطبخوا أيضا تعال خياطة ولو يتكلموا على منحة المرأة المكثة في البيت اللي ما عندهمش يعني حتى علاقة بهذا المواضيع فقط يتكلموا ويقول لك يعني ما يعطوش ماب البراهين وما يعطوش الأديلة يقول لك فقط المرأة المكثة في البيت أتولي تتقادات 8000 دينار جزائري منحة المرأة المكثة في البيت يعني رها موجودة منذ سنوات ووسائل التواصل الاجتماعي هم تكلموا عليها لكن لم يتم إعطاء المرأة المكثة في البيت حتى الآن يعني الحق تحى أي منحة وعلاش هنا رجعت المنحة يعني كل ولا يتكلم عليها كما قلت لكم أنه بعد ما كانت يعني سنوات وهي مطرحة في قنوات التواصل الاجتماعي والكل يتكلم عليها رجعت للواجهة هنا رجعت للواجهة أعلاش لأنه قرأت بزاف تعليقات يقولوا أنه القنوات رهم يطمعوا فينا وراهم يعني يكتبوا عاجل ويكتبوا على منحة المرأة المكثة في البيت نقول لكم باللي رئيس الجمهورية عبد الماجيد تبون هو اللي يتكلم عليها والكل سمع بها يعني تقدروا ترجعوا يعني القنوات في اليوتيوب ولا ترجعوا تصريحات تعال حملة الانتخابية تاعه وهو اللي يتكلم على منحة المرأة المكثة في البيت وهذا كما قلت لكم أنه بعد ما اذكر الزيادة في الأجور ومراها اذكر يعني زيادة في يعني منحة المرأة المكثة في البيت والحد الآن شو في تعليقات يقولوا أنه ما يكاش منها والبعض قال أنه هي منحة الأجر الوحيد احنا رح نفهمكم يعني نقطة قال رئيس الجمهورية أنه رح يدعم منحة المرأة المكثة في البيت وقال رح يدعم المرأة الريفية ما هي المرأة الريفية؟ المرأة الريفية يعني اللي عندها مشاريع مصغرة اللي داروا قروض لانساج كانت دولة دعمهم يعني هذه قروض مصغرة كانت على الحلويات كانت على الطبخ يعني تدير بطاقة حرفي وتستفاد من قروض مصغرة وهذا هو الدعم اللي كان يتكلم عليه واللي كان يقصد فيه رئيس الجمهورية الآن يعني بالنسبة اللي كان يقولوا أنه هي منحة الأجر الوحيد يعني ليتقادها الزوج على الزوج التعو اللي هي 80 ألف دينار جزائري إن شاء الله يكون كل شيء مفهوم هنا سؤال مدام المنحة هذه اللي يتكلم عليها رئيس الجمهورية منحة الأجر الوحيد علش ما قالش منحة الأجر الوحيد وقال منحة المرأة الماكثة في البيت هنا منطقيا يعني كل القنوات استندوا على التصريحات رئيس الجمهورية وقالوا رايح تستحدث هذه المنحة وأنها يعني ستصب بحسابها البريدي كمنحة البطالة يعني تولي تخلصها بار سي سي بي في حسابها مثل منحة البطالة وكما قلت لكم أنه الشروط يعني باينة لم يستفدوش من المنحة الجزافية أو المنحة البطالة أو ما عندهم يعني حتى الدخل يعني ما كاش ليصرف عليهم وما عندهم حتى مدخول هدو هما ليستفدوا من منحة المرأة الماكثة في البيت ويكون يعني مبلغها رمزي وكما قلوا إحنا المهمة متشدها ولا تروح الطريق مش مليحة كين في أيضا نازم نتحدث عليها هي المرأة يعني المقصية من منحة البطالة للحقات 40 سنة هنا إن شاء الله يعودوا يراجعوا في هذا الموضوع ويزيدوا لهم في السن كما قلت لكم أنه كين أرامل وكين مطلقات كين كبار السنية عندهم ما عندهمش حتى مدخول وما عندهمش ليصرف عليهم يعني ومستحيل أيضا لو كان حتي ديرونا منحة المرأة الماكثة في البيت مستحيل يستفادوا منها إن شاء الله ياربي يعليولهم في السن إن شاء الله ياربي يعني متمنى المسؤولين يعني يستمعون نداء المرأة الماكثة في البيت ومتمنى يعني استحداث هذه المنحة قريبا يعني تدخلين نيسا المحتاجات وفقط شكرا لكم على الحسن المتابعة وإذا كان في جديد نحن وافيكم به إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه السلام